تحية طيبة أهلا بكم إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام نستهلها بأبرز ما جاء في عنوين أصحف في صحيفة المدى الصحة تسجل سبع وثلاثين أو عشرين إصابة بفيروس كورونا العربة اللندنية تقول بغداد وواشنطن حوار استراتيجي أجوف تقوده حكومة شبح أما في القدس العربي لبنان ناشطو ثورة الجياع يقطعون الطرقات من جديد وفي عربي واحد وعشرين واشنطن ترفض تنصيب حفتر لنفسه حاكماً لليبيا الشرق الأوسط التحالف يشدد على عودة الأوضاع في عدن وتنفيذ اتفاق الرياض فوراً وإلى واشنطن بوست ترامب تلقى تحذيرات متكررة بشاء الكورونا اعتباراً من شهر كانون الثاني أما في إيكونوميست في عصر ما بعد كورونا أولويات الحكومات خبز أكثر وسلاح أقل نبدأ بصحيفة المدى في العاصمة العراقية يمكن قول كل شيء ونقد كل شيء يمكن إخفاء قباحة السلطة تحت عنوين الإصلاح الناعم والنظافة كما يمكن وصف الشباب المحتج بالجهل واتهامهم بالمغفلين والمستغلين ذاك أن دهاليز الإخفاء والاتهامات في بغداد محكمة للغاية وهي بطبيعة الحال دهاليز لا تتحرك عجلات النظام السياسي خارجها وفي العاصمة بغداد أيضاً يمكن صناعة قتل أحرار بأسمائهم وأقنعتهم يختار لهم نظام الحكم الهوية القاتلة في ظل نظام سياسي يحميه نفس القتلة مقال للكاتب خالد سليمان في صحيفة المدع في المدن المنكوبة لا يمكن إخفاء حواضن الأوبئة والفساد والسطو الإداري والسياسي والأمن ذاك إنها تعري ما يحاول السياسيون إخفاءه في بغداد خارج العاصمة تتضح عورة الطبقة السياسية في كل مكان في شبكات الصرف الصحي على سبيل المثال إذ لم يتم تجديدها وصيانتها في غالبية المدن الجنوبية منذ ثمانينيات القرن المنصر بينما هناك أموال عظيمة خصصات للبنى التحتية الشيء الوحيد الذي يعرفه العراقيون هو أن تلك الأموال التي كان من المفتر الصرفها لتحسين أحوال المدن المنسية إنجازت التسمية أدت إلى تغول النخب السياسية على مصائر الخلق في عراق عهد المحاصصة تجوب أنهار قاتلة مياه الصرف شوارع المدن وتقطع طرقاتها فيما يحاول البعض إخفاء من يمكن إخفاءه من قدارة النظام السياسي من خلال نقد الأحتجاجات ذاك أن ساحات الأحتجاجات ليست نظيفة برأي البعض ذاته إنها مفارقة غريبة ولا نجدها سوى في المشهد العراقي كيف يمكن نسيان القدارة الناتجة عن الفساد وفرض شروط النظافة على شباب محتجين يعيشون في مدن مكتبة وخالية من كل شيء سوى الإحباط يضيف الكاتب خالد سليمان في صحيفة المدى يعيش سكان قرى جنوبية على جداو المياه مالحة غير معالجة تنتشر بين سكانها أمراض جلدية نساء منسيات يعملن ساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة بغية الحصول على لقمة عيش لعوائلهم بشكل يومي أو يمشين مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه وهناك أيضا مقاه مقتضى بالشباب العاقل عن العمل في المدن قنوات مياه تختلط فيها القمامة ومياه الصرف بدل التدفق بمياه شط العربة في القدس العربي ما ساعد على انخفاض الثقة بصدق وأخلاقية المتحدثين الرسميين أيضا سياسة تكميم أفواه الصحفيين إذا ما حدث ومس أحدهم عصبا حيا في جسد أحد المسؤولين الحكوميين أو قادة الميليشيات أو من يتمتعون بالأسمة الدينية فكانت تخلص من الصحفيين الأجانب واحدا من الخطوات الأولى لمنع إطلاع العالم الخالجي على ما يجري في العراق ثم تم التركيز على الإعلام العراقي المستقل ليحتل البلد على مدى سنوات أعلى قائمة الدول الأكثر خطرا للعمل الصحفي جاء ذلك في مقالة للكاتبة هيفاء زنكنا في صحيفة القدس العربي من الذي نصدقه عند قراءة تقريرا عن مدى انتشار الإصابات بالفيروس الناتق الرسمي العراقي أو وكالة الأنباء الأجنبية أليس من الطبيعي أن نصدق التصريحات العراقية باعتبارها الأدرى بأحوال المواطنين فلما إذن يختار الكثيرون التشكيك بالتصريحات الرسمية والميل نحو تصديق وكالات الأنباء الأجنبية السبب الرئيسي هو تجذر الإحساس بعدم الثقة تجاه كل ما يقوم به النظام ويصرح به في عديد المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وانعكس سلبا على الجانب الصحي والتعليمي وهو إحساس قديم تنامى بشكل متسارع بعد غزو واحتلال البلاد في عام 2003 إذ ازدادت الهوة ما بين ما هو منجز وما يصرح به بشكل هائل وباتت منصات التصريحات الحكومية أماكن لإطلاق الأكاذيب المفضوحة خاصة بعد أن أصبح الساسة ينطقون بأصوات سيدهم المحتل واختلطت التصريحات الحكومية ينشغل مسؤول وزارة الصحة بمناصبهم الموزعة ضمن المحاصصة الطائفية السياسية بتوقيع عقود مستشفيات لا تكتمل واستيراد أدوية ومعدات وهمية تفاصيل الفساد المعلب بالتضليد والأكاذيب هي التي تدفع المواطن إلى الشك بما يقدمه الناطق الرسمي من أهل بلده ويفضل هضم وتداول الأخبار المقدمة إليه من خارج البلد تضيف الكاتبة أيضا في صحيفة العربي أو القدس العربي حين ظهرت صحافة المواطن ومرسها ناشطون معظمهم من الشباب امتدت إليهم أياد ميليشيات الاختطافي والقتل خاصة منذ انبثاق الانتفاضة انتفاضة تشرين التي لا تزال مستمرة وإن بشكل محدود بناء على قرار اتخذه المنتفضون حفاظا على حياة عموم المواطنين من انتشار وباء كورونا في العربة اللندنية الولايات المتحدة لا يمكنها أن تنجح بالانسحاب من العراق بحجة تحقيق انتصار ضد تنظيم داعش وتجاهل المكاسب التي حققتها الميليشيات الموالية لإيران وفقا لتقرير في صحيفة العرب اللندنية الوضع السياسي بشكل عام في العراق والحكومة بشكل خاص وهي التي يصفها كردثمان بأنها هيكل أجواف أما الشبح الثاني هو الاقتصاد ويجسد الأمن الشبح الثالث يكمن أول شبح في وضع السياسة والحكم العراقي الحاليين حيث لا تتبع الحكومة العراقية مسارا واضحا يمكن من رؤية قيادة فعالة وتبقى غير متناسقة ويسودها الفساد على كل المستويات ويعد الافتقار إلى الحوكمة الرشيدة في العراق المشكلة الرئيسية كما تبقى السياسة جزءا من مشاكل البلاد وتبدو السياسة العراقية منقسمة بطريقة التعكس إخفاقات خطرة ومتنامية في بلد بحاجة ماسة وفق كردثمان إلى قيادة السياسيين فاعلين على كل المستويات ويدور العراق في نفس مربع أزمة تشكيل الحكومة منذ استقالة عادل عبد المهدي في ديسمبر عام 2019 وفي فبراير تم تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة لكنه فشل في الحصول على ثقة البرلمان ليتم تكليف عدنان الزرفي في مارس لكنه لم يفز بدعم العديد من الفصائل الشيئية بما في ذلك قوات الحج الشعبي وبعض فصائل السنية حيث شعر بعض الشيعة بأنه قريب جدا من الولايات المتحدة كما أنه عين من الرئيس العراقي برهم صالح دون أي استشارة رسمية للبرلمان العراقي ولم يمنح سوى ثلاثين يوما لتشكيل الحكومة لم يتمكن الزرفي من تشكيل حكومة جديدة وتوجب عليه الانسحاب في أبريل وأدى هذا إلى تعيين رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي وأذكى اختيار الكاظمي الشكوك المعتادة حول دعمه للولايات المتحدة ضد إيران حيث ساندته واشنطن بعد فترة وجيزة من اختياره لا تنظروا دراسة صدرت عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن بتفاؤل للحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد الذي قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه من المنتظر أن ينعقد في يونيو المقبل وحددت الدراسة عدة تحديات وعراقيل تمنع إنجاح هذا الحوار أبرزها غياب حكومة عراقية صاحبة قرار يمكن أن تتولى دفة الحوار هذا بالإضافة إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تطرح أسئلة لا تتعلق فقط بالحوار الاستراتيجي المرتقب بل أيضا بخطة الانسحاب الأمريكي من العراق وبمستقبل العلاقات بين البلدين في ظل وجود طرف ثالث وهو إيران صحيفة فينانشل تايمز نشرت تقريرا قالت فيه إن انتشار فيروس كورونا عمق من حالة الإحباط لدى الشباب في الشرق الأوسط وقالت الصحيفة في التقرير ذاته الذي كتبه أندرو إنجلاند إن الوباء أوقف الاحتجاجات في العراق والجزائر ولبنان لكنه قد يؤدي مستقبلا إلى موجة جديدة من الاحتجاجات بعد انتهائه الفيروس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نجح حيث فشلت حكومات الجزائر والعراق ولبنان فقد أوقف أشهر من التظاهرات المضادة للحكومة إن تدعيات الفيروس قد تشكل فقط استراحة محارب وإن التوقعات تشير إلى أنه سيتبعه ضغوطات اجتماعية واقتصادية وهي نفسها التي أشعلت في الماضي الغضب الشعبي ضد حكومات المنطقة التي تفتقد المصداقية في عيون الكثيرين وأشار التقرير إلى أنه على خلاف الدول الثرية التي تستطيع توفير مساعدات على قاعدة واسعة لمواطنها فإن دول الشرق الأوسط ذات النسب العالية من الشباب ومعدلات البطالة المستشرية ليس لديها ذات المصادر المالية الكافية لتوفير حزم دعم التجارة وحماية الوظائف وقالت الصحيفة إن النزاعات الدكتاتورية كانت واضحة طوال أزمة كوفيد-19 فقد طردت السلطات المصرية صحفية بريطانية نشرت تقريرا ذكرت فيه أن أعداد المصابين بالمرض قد تكون أعلى مما تعلن عنها الحكومة كما علقت حكومة العراق وإن بشكل مؤقت تصريح عمل وكالة أنباء رويترز لنشرها تقريرا تحدث عن نفس المزاعم كذلك اعتقل أربعة الصحفيين على الأقل في منطقة كردستان حسب أرقام منظمات مراسلون بلا حدود التقرير قال أيضا أن الفترة التي سبقت كورونا أظهر فيها المحتجون خاصة في العراق إصرارا على المواصلة ولم يقبلوا الوعود الفارغة من النخبة المصرة على حماية مصالحها قالت مجلة إيكونوميست أن النفقات الدفاعية لدى الدول زادت ولكن مرحلة ما بعد كوفيد 19 ستضع أولويات أخرى وقد تؤدي إلى قطع في الميزانيات المخصصة لشراء السلاح مع تباطع الاقتصاد العالمي وتراكم الديون فستخسر البنادق حصتها لصالح القبز وبعد نهاية الحرب الباردة انخفضت النفقات على السلاح حيث وصلت إلى حوالي تريليون دولار نهاية التسعينيات من القرن الماضي ولكن الإقبال تزايد بداية القرن الحادي والعشرين حيث بدأت أمريكا الحرب على الإرهاب وأحدث الاقتصاد الصيني قفزات كبيرة وبعد انخفاض قصير ارتفعت النفقات على السلاح كل عام منذ عام 2015 وذلك بسبب تنافس بين البلايات المتحدة والصين ومخاوف الأوروبيين من الأدوان الروسي والإصراف العربي في شراء السلاح إلا أن قائمة الدول الأكثر شراء للسلاح كانت تتغير في كل مرة وليس غريبة أن تزيد الدول من نفقاتها على السلاح فالتوتر يزاد بين أمريكا والصين وزاد انتشار وباء كورونا مع عدم الثقة بينهما كما دفع التسلح المتسارع للصين دول آسيا لزيادة نفقاتها العسكرية من فيرنام إلى أستراليا وفي نفس الوقت الذي يزاد فيه الإنفاق تنهار معاهدات التحكم بالسلاح كما حدث العام الماضي في منطقة الخليج وستتواصل هذه التوجهات مع مواجهة الدول رياحا معاكسة خطيرة فانهيار أسعار النفط لأدنى مستوياته منذ عقود أدى لتراجع الطلب العالمي وحتى مع الصفقة التي رعتها السعودية بين الدول المنتجة للنفط فلا يتوقف انخفاض الأسعار وقالت الصحيفة إن وجه الرد على وباء فيروس كورونا لم يكن فقط الأطباء والممرضين والعلماء بل والجنود أيضا وشاركت الجيوش في بناء المستشفيات ولعبت دورا في البحث عن لقاح لهذا الوباء مع أن هذا ليس من مهمات الجيوش ولكن عليها أن تحصل على ميزانياتها وفي أسوأ سيناريو قد تنخفض ميزانيات الدفاع إلى 610 مليارات دولار مما يعني مستوى من تخفيض القوات والقواعد الأمريكية والمناورات في الخارج وقطع في خطط التحديث إلى مجلة فورين بوليسي خمسة أشياء طرحتها قالت إنه ينبغي معرفتها في حال وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وقالت المجلة في تقرير لها إن الدكتاتوريات الوراثية نادرا ما دامت منذ فترة طويلة وقد يكون انهيارها في كوريا الشمالية في متناول اليد مشيرة إلى أن كيم جونغ أون لم يظهر بشكل علني منذ خروج التقارير التي تحدثت عن خضوعه بعملية جراحية في القلب والأوعية الدموية منذ الحرب العالمية الثانية لم تتمكن أي دكتاتورية عائلية من تمرير السلطة للمرة الثالثة معتقدة أن الوضع صعب في كوريا الشمالية نظرا لعدم وجود خليفة واضح لكيم ما يعني أن عدم الاستقرار سيولد أثارا فورية وطويلة المدى على المنطقة والمنافسة بين البلايات المتحدة والصين بحسب المجلة فإن السمى المشتركة للدكتاتوريات الأسرية هي الانهيار السريع وغير المتوقع في كثير من الأحيان مبينة أن معظم الأنظمة الفاشلة تتفكك تماما في أقل من عام وأفادت المجلة أن الجيش الأمريكي يخطط لسيناريوهين رئيسيين الأول يتعلق بهجوم كوريا الشمالية على جارتها الجنوبية والثاني يتعلق بانهيار كوريا الشمالية موضحة أن البلايات المتحدة تجري تمارين مشتركة مع كوريا الجنوبية لاختبار استعدادها في هذه الحالات الطارئة وذكرت المجلة أنه من التحديات التي تواجه البلايات المتحدة وكوريا الجنوبية هو تأمين وتدمير الأسلحة النووية والمرافق المرتبطة بها مبينة أن جزءا رئيسيا من ستراتيجية مكافحة أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية يتمثل في من انتشارها خارج شبه الجزيرة ووصلها إلى جهات فاعلة جديدة ورأت المجلة أيضا أنه إذا مات كيم فإن ذلك سيشكل تهديدا خطيرا للنظام موضحة أن الطبيعة الوراثية لحكومة كوريا الشمالية تعتمد بشكل كبير على الخلافة سليسة لزعيم جديد يكون على الأرجح أحد أفراد عائلة كيم ماذا رسم العلماء في خريطة جديدة ملونة لسطح القمر وقد تساعد في شرح تاريخ أقرب جار لنا في الفضاء والذي يبلغ عمره أربعة ونصف مليارات عام تعد هذه الخريطة هي الأولى التي تصور سطح القمر كاملا والتي أعيد تكوينها من قبل علماء هيئة المسح الجيولوجي بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ومعهد الكواتب القمرية استخدم العلماء معلومات من ست خرائط للقمر كانت متوفرة منذ بعثات أفولو إلى جانب معلومات محدثة أتت بها بعثات الأقمار الصناعية الأخيرة التي أرسلت إلى القمر لإنتاج هذه الخريطة الرقمية الجديدة والكاملة لسطح القمر أعاد العلماء رسم خرائط أفولو التاريخية لتوافق مجموعات البيانات الحديثة ومن ثم أمكنهم الحفاظ على الملاحظات والتفسيرات السابقة التي زودتنا وزودتهم بطبيعة الحال بها رحلات أفولو ستساعد هذه الخريطة الرقمية للقمر بشكل كبير في نجاح مهمات القمر الحالية والمستقبلية إن شاء الله إلى أبرز ما رسم فنانو الكاريكاتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من صدى الأقلام إلى لقاء في حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله